موسيقى مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عروضة سيترس عالم التسوق وعرضنا لليوم منتج رح يسهل علينا طرق التنظيف ومن هيك رح نعرفكم على مكنسيد فيكتور روفيس الكهربائية للتنظيف الجاف والرطب استيسيمية بالمية هيد المكنسي لازم تكون موجودة بكل بات لتأمن لنا بيئة نظيفة بفترة زمانية قصيرة رح تجمع هيد المكنسي 3 وظائف تشغيل مختلفة وهي شفط الأوساخ الجافة شفط السوائل ووظيفة النفخ بجهاز واحد بس كلمة عليكم اختيار الوظيفة المناسبة ورح تقوم المكنسي بتولى أمر جميع الأوساخ والسوائل بفعالية وقت نستخدم الشفط الجاف رح يتم تخزين الأوساخ الغبار والمواد المسببة للحساسية داخل مرشحات المياه وفلتر الهيبا المدماج بالمكنسي استيسي خلينا نفرج المشاهدين أولا عن الملحقات اللي موجودة مع الروفس هيد الأطعم منا لحالة جاي مع هيد الخرطوم يلي منحطوا به هيد الفتحة بكل سهولة فينا نركبه هون وأيضا موجود مع عدد من الملحقات يلي كل ملحق فيها عنده وظيفة أولا عنا فلتر الهيبا يلي شغلته يصحب الأوساخ النشفي والغبار ويتركه بقلبه وهيك استيسي منحمي حالنا من الحساسية ودي النفس عنا أيضا هيد المكنسي يلي بتسحب الأوساخ النشفي هيد منستخدمها للبرادة أما لسكويتجي فهم نستخدمها للسوائل وعنا هول الملحقات هيك المهضومين الصغار هيد موجودة لحتى نظف الكنابيات أما هيد منستخدمها للزوايا والأماكن الضيئة وهيد منستخدمها لخاصية ضخ الهواء فينا نستخدمها بالحضائق وأيضا لنفخ ألعاب للأولاد مش بس هيك جوال روفوس بتستعمل لشفت السوائل كمان يعني عندها قوة منها طبيعية قبل ما نفرج المشاهدين عن هيدا الكنتينور كيف ما نسحب الماء بدي لكم مشاهدينا أنه من وراء الروفوس فيكن تستعملوا قوة لباتكنيها مجرد مقايتوا الدرجة لباتكنيها من السبعة للواحد جوال بهيدا الكنتينور في ماء بدي فرج المشاهدين قدي الروفوس قوية وفيها تشفط الماء بكلت سوائنة بس أول شي رح دور واحد اثنان ثلاث لايك جوال لايك 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 ما بقتيش بسواني معدودة قدرنا أنه نشفت كل الماء الموجودة بهيدا الوعاء يعني ببساطة روفوس ايكول قوة شفت عالية جدا خلينا نشوف هلأ جوال طريقة التنظيف الروفوس على عدة أنواع أرضيات إن كانوا الأوساخ نشفين أو يكونوا سوائل يلا خلينا نبلش معيك رح بلش أنا أول شي خلينا نفرج المشاهدين قدي تركيب الملحقات سهل هيدا السكويت جي رح نحط بهيدا الخرطوم بهيك بك البساطة أنت فيك تستخدمي لعدة أنواع أرضيات للسكويت جي نحن هلأ مشاهدين على السيراميك نحن نستخدمه على السيراميك موقعه أكيد جوال مثل العادة نس كافي وعصي أكيد أنا مشهورة بهيدا الموضوع خلينا نشوف أول شي هلأ نحن نحطين القوة المكسيموم المكسيموم على السبعة ضوينيها وبضربة واحدة لايكوا كيف هم تصحى بالسوائل لايكم مشاهدينها لايكم كيف هم تصحى مش معقول مش معقول قديق قوية يعني أنتو فيكم تستعملوا القوة البدكونية نحن بضربة واحدة شلنا كل شي واو 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 عن جب على السيراميك نشيل كل شي مش معقول يعني مشهدينا ولا أهيا من هيك طيب أنا هلأ موجود عندي البركات أنا رح ترجيك جوال قوة الشفت على البركات كمال أنا مرح حط ولا خرطوم ولا شي أنا منه لحاله رح أسحب البيضة تشوف قديق قوية حاضرة يلا على البركات هلأ لايكم مشاهدينا بضربة واحدة واو يعني البيض اللي هو كابوس كل شي خلطت أدري أنه نطفه بكل سهولة ولا أهيا من هيك هلأ نحن شفنا السوائل على البركات وعلى السيراميك خلينا نشوف هلأ النواشف النواشف هوني عنا عدس عدس أي ناسة بيتها وعن تطبخ بتوقع عكس بتوقع على الأرض شوفوا بكل سهولة واو مش معقول بضربة واحدة جوال واو 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 بسرعة هائلة واو مش معقول بضربة واحدة مشاهدينا وخلطيكم نشيلوا كل الأوسط الموجودة على الأرض هلأ أنت استعملت على السيراميك هلأ صار دولة خلينا نشوف البركات خلينا نشوف على البركات يلا جاهزانا كمان وقع عدس يلا يلا خلينا نشوف بضربة واحدة لايكم مشاهدينا واو مش معقول بضربة واحدة جوال لايك العدس ما بقى في شي لايك وعننا ملح كمانا في السكر كمان سكر لايكم مشاهدينا بضربة واحدة يعني عملية التنظيف في السيسي صارت سهلة وممتعة بسوائي قدرين ننظف كل البيت كل الأرضيات بدون استثناء سيراميك باركي حتى هلأ رح نشوف الموكات يعني حيا الله ست بيت هلأ مبقى فيها تعتل همشي بالبيت تنظيف بي دقائي قدرين ننظف البيت كله بكل سهولة خلينا نشوف هلأ على الموكات جوال معين رز ومعين كورنفلاكس كمان يلا بتبلش تشيل الرز يلا أكيد بنشيله نصاوات أبديك شو رأيك يلا انت بتشيل الرز وأنا بشيل الكورنفلاكس تجوح ليم بيخلص رعباكس يلا 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 جمعت هوني ومجرد في وجود الفلتر الهبا يعني ما رح تحسسه ولا رح تضيقه من وراء الريح تعرفي ستيسي أنا دايما بس نظف بالبيت أكيد مش بروفوس دايما بدي نفسي بصير أسعول اليوم أول مرة بستخدم روفوس ما بحث حالي أنه بدي اختنق من بعد ما نظف كل الغبر والأوساخ الموجودة عندنا والحلو جوال أنه بتتميز الروفوس بخاصية الدخ الهواء يعني نحن صار فينا نستعملها للبيت ننظف الأوراق الموجودة قدام بيتنا حتى للألعاب للولاد لا ننقذ الألعاب للولاد كمانا شو العمل؟ منشيل الخرطوم من هون جوال أوكي ومنحطه هون مجرد شلنا هيدا الغطة من هون يعني قدي حلو ستيسي بكل سهولة كبسة هون كبسة هونيكة بيصير عنا مكانة واحدة بثلاث وظائف مزبوط ثلاثة بواحد الروفوس مش متل أية مكنسة تشتغل من خلال تقنية حديثة لهو فلتر الماء اللي بيجمع الغبار والأتربية بالخزان يلي بيساها 15 لتر من تحت لحتى يخلي الهواء النظيف يطلع أما المرحلة الثانية فهي هيد القطعة الكبيرة لهابا فلتر اللي بتسحب الهواء بتعقمه من دون بكتيريا وجرسين جوال يعني ستيسي الروفوس هالقد مميزة وهالقد فيها خصائص أدي أوليك سعرها بسيترس سعر خيالي جوال كان سعرها ب 899 ريال سعودة أما اليوم صارت بس ب 479 ريال سعودة واو عن جد واو يعني أدي سيترس كريمة أدي المشاهدين عنا بيستيهلوا رسالتي لقلكم تتصلوا على الأرقام الظاهرة على الشاشة وما تتأخروا لتطلبوا الروفوس 3 بواحد نحن منلاقيكم بحلقة جديدة من عروضات سيترس عالم التسوير المكنسة الكهربائية من فيكتور روفوس بتوفر لكم مستوى عالي من التنظيف غير عن المكنسة الكهربائية العادية فيكن تستخدموها لتنظيف الأوساخ الردبي والجافة ولا تستمتعوا ببيئة أمنة ونظيفة لكم ولعيلتكن بوقتي كتير أصير شو بعدكن ناطرين؟ لا تحصلوا على هيدا المنتج الرائع بس عليكن تتصلوا على الأرقام المراد في لبلتكن أو زوروا موقع سيترس أو حملة تطبيق سيترس على أب ستور أو جوجل بلاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر